السلام عليكم ازايكم حبايب قلبي عاملين ايه يا ربو كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة فيديو جديد وسيدة جديدة سيدة النهاردة سيدة مبدعة انا شوفوا النهاردة افكار حلوة جدا جدا وافكار متميزة انا متأكدا هي هتعجبكم الفيديو بتاع النهاردة كله مليان كده افكار وكله مليان كده حاجات مغزية كده للبيت هتفيدك وانا متأكدها ان هي هتفيدك بس طبعا قبل ما نكمل الفيديو كامل الفيديو للاخر بجد في افكار حلوة جدا جدا انتو عارفين طبعا لما بقولكم ان الفيديو في افكار حلوة مش بيكون كلام وخلاص بس بجد فيديو النهاردة اجمل من رائع هوا ممكن يكون طويل شوية ولكن الفيديو حلو جدا جدا وانا متأكدها ان هوا هي هجبكم بس طبعا حابب انكم لايك غالي كده منك يا غالية وكمان لو انت او مرة بتشوفيني من خلال الفيديو ده اكيد طبعا يسعدني وجودك معايا واشترك في القناة وبعد ما تشتركي فعالي زرار الجرس على الكل علشان يوصل لك كل جديد مني واكيد طبعا هتنور عيلتي الكبيرة واتكوني واحدة منهم وطبعا وجودكم ده شرف على دماغي من فوق ما تنسوش طبعا الكومنت المحافز اللي انا بتحفز بيه ولايكاتك الجميلة كده اللي انا دايما دايما بكون مبهورة بيها ودايما بحس ان فيه ناس جميلة كده في ظهري وقفين في ظهري كل ما انتم ما بتحطولي لايكات وبتتفرجوا على الفيديو حس ان الفيديو عجبكو فبالتالي بتشجع بجيبلكو فيديوهات احسن من اللي قبلها يلا بينا نخش على الفيديو نشوفوا الفيديو النهاردة بيتكلم عن ايه واول حاجة هي كوباية النسكافي الجميلة دي او كوباية الاهوة الجميلة دي انا شخصيا لو معايا كوباية الاهوة دي انا هاعد واستمخي كده واخدها بصه ما عادش لانا او باي حاجة خالص هيا كوباية الاهوة او كوباية النسكافي واو تيجانب كده بصوا وعيش معنا بس بصراحة جو حلوة مع حبة هوا حلوين كده يعني بصوا كوباية جماعة يعني اليكو انت تخيلوا الجمال ما شاء الله فالناس اللي بتحب القهوة النسكافي عشاء القهوة النسكافي هيعجبوا من الله كوباية القهوة دي قوي يلا بينا نشوف بعد القهوة وبعد الحاجات الجميلة نبتدي بينا الشغل بتاع بيتنا كده عايزوكوا تتشجعوا تتنشطوا الناس اللي هي عندها كسل شوية او مثلا عايزة تاخد افكار جديدة حاجات جديدة فتقدروا من الفيديو ده تاخدوا منه افكار حلوة هتطلعوا منه افكار حلوة انا متأكدة من كده واول حاجة زي ما انتوا شفتوا فكرة السفرة فكرة السفرة بتتفتح تقدر ان هي تبقى صغيرة او كبيرة وفي نفس الوقت كمان تقدر ان هي تعمل لها شكل اا تاني من النص لكده لو هي حبة بعد ما خلصتها او نظامتها جابت لها الكراسي اللي هي الستالس وطبعا الستالس انتوا عارفين ان هو نازل بقى له فترة موضة تعالوا نشوف بقى كمان قدام السفرة نظفت كده عند باب الشقة ده باب الشقة نظفت كل حاجة وراه عشان الكنسوت زي ما قلتلكم والباف وكل حاجة اا يعني حوالين السفرة او جنب باب الشقة على طول زي ما انتوا شايفين كده طبعا هنا بتلمع الازاز طبعا بيه المساحة المساحة دي اا بتتشحن او كهربائية زي ما انتوا شايفين اا يعني هي بتعمل المية وفي نفس الوقت بتعقم لها كل مكان في مريات او ايزاز او اي حاجة زي ما انتوا شايفين بعد كده بقى تمسح الكنسول وتنظف وتنظيف حلوة كده وتعطر المكان وكده بقى زي الفرن تعالوا نشوف بعد كده الفكرة اللي بعد كده اللي هي فكرة الانتاري وكان عندها انتاري تاني كان لونه جري ولكن هي حبت ان هي تغير فيه باللون الفاتحة طبعا احنا عارفين خلاص اللي هي الانوات الفاتحة دي بقى الترندي خلاص ولكن الاكتر حاجة عجبتني في الانتاري القماشة بتاعته حسيت القماشة بتاعته كده هي خشنة شوية مش نعمة ولكن اا يعني انا حاسة ان هي في التنظيف هتبقى في التنظيف حلوة جدا يعني بصراحة عجبتني القماشة مش عارفة نوع القماشة ايه ولكن القماشة عجبتني جدا تعالوا بقى انا اخد فكرة حلوة جدا على اا يعني لو مثلا عايزة تفرحي اولادك في عياد ميلادهم تفرحي زوجك في عياد ميلاده اا مثلا في عياد حب طبعا احنا مش بنحتفل بعيد الحب ولا حاجة ولكن دي افكار يعني تقدر ان كنتوا تعملوها في البيت لأولادكو لأراهبكم لأصحابكم لأسوابكم المهم احنا بناخد افكار طبعا اللون الاحمر احنا عارفين ان اللون الاحمر ده يعني اا بيدول عن الحب فانتوا شايفين جابت بس باللونة واحدة هاليا و اا الوف كتبت عملت الوف برضو بها و على الترابيزة كده دكريشن حلو هادي بسيط سيمبل خلت الدنيا شكلها حلو ها كمان نشوف هنا على تزيين السرير برضو ما شاء الله برضو حاطت شوية تزيين كده حاجات بسيطة ورد مجفف آآ بلونة آآ قلب اي حاجة المهم ان هي تخلي الشكل العام شكله حلو تعالوا بقى نشوف تغييرها ليه غرفة النوم وتجديدها لغرفة النوم جابت كده السرير دوت و لو تلاحظوا هي نفس القماشة بتاعت الانتري برضو ولكن عملتها باللون الجري شوية وبعد كده بقى نظمت الحاجة بتاعته آآ ولكن هنا السرير هي غيرته لإيه لان هي كانت حبها ان هي تعمل الماكان الجديد بتاع السرير اللي هو ده اللي هو اسمه ماكان ميكاريزم آآ بيرفع كده لفوق تقدر تخزن عليه كل حاجة هي حبها زي ما انت هتشوفه برضو دلوقت تعالوا بقى يعني زي ما قلتلكو التخزين والترتيب ده بيكون حاجة اساسية انك انت تخزني آآ ترتيبي اهم حاجة الترتيب الصح رتيبتي صح هتعرفي انك انت تخزني واحسن من كده يعني فكرة الشنط دي بجد فكرة حلوة جدا و آآ وللمساحات يعني لو انت يفش عندك مساحة فالحاجات دي بتنفع معاك خصوصا لو انت تحت السرير عندك مثلا آآ فكرة الملل فهياريت انك انت تغيري فيها آآ بجد عايز اقولكم ان هي حلوة جدا جدا فكرة انك انت المكن اللي هو الميكارزم ترفعي كده بال بالمرتبة وبكل حاجة ما تشيريش بقى وتعملي زي زمان دي فكرة حلوة انا شخصيا مجربوها عندي في قلب بيتي وبصراحة عجبتني حاجات اللي انا بجربها او بتكون حلوة بقولكم فعلا انا جربتها وحلوة فبالتالي تقدروا ان كنتوا تعملوها عادي يعني هنا طبعا التويلت التويلت بتاع او الحمام بتاع غرفة النوم بما ان هي انا يعني زبطت الغرفة ونظمت الغرفة فلازم كده كانت تزبط برضو آآ التويلت هنا طبعا دي حبيبات برفون او معطر للتويلت تعالوا بقى نشوف كمان الغرفة اللي هي مفروض بتاعت الضيوف وهنا عملتها باللون الجريه آآ بس القماشة بتاعتها آآ قماشة قطيف عادية جدا ولكن الكموت حبت ان هو يكون كريستال او يكون زي ما انتم شايفين كله آآ مرياد علشان آآ تكسر اللون اللي هو الجريه بتاعت بتاع السرير عايز افكر الناس الغالية الجميلة على قلبي اللي وصلت لحدات هنا من الفيديو ناس يتحط لايك فحطي لايك كده غالي منك ويكون منت محافز عشان تثبيتي نفسك بس بيه وكمان اعرف ان انا غالية عندك ويبتحبيني كده ويبتحبي ان انت تتفرجي على فيديو هاتي بعد ما خلصت طبعا شوية مية سخنين حلوين كده لما عبيهم بقى البركي او لما عبيهم السيراميك عايز اقول لكم ان المية السخنة دي واهم بصراحة بحيث ان احنا كمان بنكون في الصيف يعني حتى والله لو في الشتاء شيلي السجيات بتاعك كده او اتني السجيات بتاعك وهدي حابة مية سخنين كده هتتنشطي ولما كل الارضيات بتاعتك او كل البركي بتاعك هتلاقي السيراميك بتاعك زي الفل كنت لما كنت بنزل معاكم على القناة التانية بتاعتي انا معذرة انا بقى لي فترة مش بنزل عليها بس والله بحكم تعب تعب تعرفين طبعا ان انا حامل وتعبان فغزب سيراميك عشان السيراميك بتاعك كده بيلمع او بتخلي لامع ازاي لان احنا عندنا من نفس السيراميك تا ولكن مش بيلمع بس الفكرة في حبة المية سخنين حبة مية سخنين على حبة مثلا كلور في المية او كلرير او كلوريكس اي حاجة تمسحي بالارضيات كده الدنيا معاك هتبقى زي الفل والبالوط معاك او السيراميك معاك هيكون بيلمع طبعا هنا دي غرفة الغسيل طبعا يعني بصوا انتو عارفين طبعا الحاجات دي خلاص احنا حفزنا الفيديوهات بتاعتنا وعرفنا الفيديوهات بتاعتنا باقت بتتكلم عن ايه دايما باستمرار يعني خلسنا من الشقة برة تعالوا نشوف بقى المطبخ بتاعها وتنظيمها وتركبها ليه هيكون حبارة عن ايه وسر نظافتها وجمالها في المطبخ بجد حاجات حلوة جدا جدا ومبهجة واول حاجة هي بدأت بيها هي الدرج اللي هو بتاع المعالق او بتاعت المعالق اللي هي بتاعت المأكلات على كل حال او المعالق اللي هي الكبيرة او الشوك اي حاجة من دي ولكن هي غيرت في الوحدة طبعا كانت الاول مفيش عندها الدرج اللي هو المتقسم ده فعملت الدرج المتقسم وابتدت تحط فيه الحاجة بتاعتها زي ما انتو شايفين كده وانا بفضل الدرج اللي بيكون متقسم يعني بيكون فيه منظم كده جاي مع المطبخ بينظم لها الدنيا ويخلي لها الدنيا شكلها حل تعالوا بقى تبس بقلم وحطت الاستيكر بتاعها لان فيه ناس انا شفت سيدات كتيرة بتعمل الاستيكر ده بجهاز يعني بتحط جهاز كده عشان يكون الاستيكر كل ورا بعضه بس فكرة المتر حلوة جدا وطبعا حطت المنظمات اللي هي الاكليرك تقدري تستخدميها بمنظم خشب خشبي زي كده بالظبط يعني نفس الفكرة بتاعته بس منظم خشبي وده برضو انا عاملا على قناتي التانية في المطبخ بتاعي عملته نفس لشكل كده بس بالخشبي وتلع حلوة جدا جدا والنتيجة تلعت حلوة تعالوا نشوف بقى الضرفة اللي هي بتاعة البكوليات او المكان بتاع البكوليات وقت بتدي تنظم كده جميع الاطفال اللي مش بتحب المكارونات بصراحة بتحبها بالشكل اللي انتو شايفينه ده يعني اشكال وحركات كده بصراحة خلاص هنا بعد بقى ما حطتهم فيه العلب بتاعتهم هتبتدي نهاية تحطهم فيه ضرفة الخزانة عايز هلوكن المنظمات دي منظمات اكل مش مش بلاستيك وفيه زيها بالزبط على فكرة البلاستيك بعد كده زي ما انتم شايفين بعد كده زي ما انتم شايفين بقى هتنظم برضو الزتون او المخللات فيه علبة المخلل دي وطبعا علبة المخلل دي احنا شفنا في اكتر من فيديو قبل كده لما بتقلبها كده الناحية التانية المية بتكون وصلة للزتون او اي مخلل ولما تقلبها الناحية التانية ما تعوشت كلها او يكلوا منها في نفس العلبة بتقلبها المية بتنزل تحت والمخلل هو اللي بيكون فوق من غير مية ولا حاجة ففكرة العلبة حلوة جدا وهنا برضو كان بتخط شوية يعني كان جايبة شوية منظمات اللي هي المنظمات اللي انتو شايفين ها دي منظم بقى للبيض للخضرة للحاجات دي وهتبتدي ان هي تعينها او تحطها في قلب التلاجة ولكن هنشوف دلوقتي مشترياتها اللي هتروح تجيبها من السوق عبارة عن ايه بس بعد ما تخلص المطبخ بتاعها تعالوا بقى نشوف الفرن البلت ان و بصراحة انا مبهورة بيها لان هي فكت كله وطبعا الافران دي طبعا تبقى غالية جدا الواحد بصراحة بيخاف ان هو يعمل فيها الحاجات دي اللي هو يفك فك تام ولكن طبعا يعني لو انت الفرن بتاعك تقدر انك انت تفك كل الحاجات اللي هنجرب كده وبعد كده تجي بصي لقدر الله تتلاقي مش عارفة تركبيه تاني فلا حاولي على قد ما تقدره انه كنت الحاجات دي تكونوا فاهمين فيها اكتر عشان لما تنظفوها يعني ما تتعبوش بعد كده ما تجي تركبوها طبعا بعد ان خلصت شوية الحاجات اللي في قلب المطبخ فكان لازم طبعا الحود هنشوفه بالشكل اللي احنا شايفينه ده جلافز بقى كده وهاتك بقى يتنظيف الحود عشان تخليه نظيف جدا وشكله شيك وفي نفس الوقت بيلمع لان زي ما قلت لكم ان هي دلوقت هتنزل تجيب شوية حاجات مشتريات من السوق وده تشوفوه في الفيديو فليزم طبعا ان هي يكون مغاية الحود شكله حلو طبعا هنا ده الحود اللي هو الحود الرخامي يعني مكون من الرخام ولكن في ناس على فكرة اشتكت منه بتقول ان هو مش حلو وفي ناس قالت ان هو حلو فانا بصراح مش عارفة اللي جربوا او جربوا الحود الرخامي ده ياريت يقول لنا تحت في الكومنتات عشان طبعا احنا كلنا بنستفاد من بعض او بناخد افكار من بعض عشان اللي عنده اي فكرة للتانية للتاني هيقول ها يعني طبعا هي هنا بقى كانت بتنظم بقية المطبخ بتحط الدرج ده بتاع الشوكولاتة او مفروض اللي هو بتاع ركن المشروبات وهنا كمان ده اللبان اللي هو النكهات طبعا بصوا الحاجات دي بتبقى حلوة طبعا للفم لان زي ما تش شايفين هو نكهات يعني نعناع وفراولة وبرتقون وكل حاجة وكل حاجة الحاجات اللي هي بتكون لها تغيير حلو للفم فياريت ان تجيبيها ونعناع وحاجات زي كده بتنفعه بتحط كده في قلب المطبخ هنا طبعا دي فوح هتحط الزيت بتاعها وهتبتدي ان هي تشاغلها طبعا ده في نهاية المطبخ يعني الواحد مننا لما بيخلص الحاجات دي عايز أقول لكم ان هو يعني بص هو اهم حاجة عندي المطبخ والله بصراحة انا انا لو المطبخ بتاعي مش نضيف بحس ان البيتي كمان هو مش نضيف وده حقيقة والله بتحصل فعلا يوم لما بيكون المطبخ عندي مش نضيف البيت عندي برا بيكون مش نضيف ليه معرفش فبحب اوي اوي ان انا ابدأ بالمطبخ ان انا المطبخ يكون نضيف علشان خوط رماجي انظف البيت متعبش بقى وبحاول بقى ايه يعني مثلا انا المطبخ عندي نضيف او نضفته فخرجت برا عشان انظف في حاجات اكيد بتخش المطبخ بحاول على قدم وقدر الحاجة اللي انا باخدها من برا او من القوض او كده ان هي تخش المطبخ بحاول ان انا اروح احطها مكانها كل حاجة احطها مكانها مش احط على الرخامة بعد ما انا نضفته وخلصت تنظيف وكل ده كله اجي بصلا تلاقي نفسي الدنيا معايا يعني التبهدل التاني في المطبخ واللي انا بعمله بيتقلب فاكيد مش هنلاقي صحتنا يعني فحاولوا على قد ما تقدروا ان كنتوا بتعملوا كده او خلي معاياك بوكس يعني ساعد ايه وانا بنضف البيت يبقى معايا بوكس كده احط فيه كل الحاجات اللي اللي انا بتلاقيها يامسلا ساعد ايه حاجات تبقى في قط النوم ساعد تبقى حاجات في قط الأطفال ساعد تبقى حاجات بتاعت الصغلة او بتاعت الليفينج فانا بقوم جاي بوكس حطة فيه الحاجات دي كلها في كل قطة بخشها مثلا لها مثلا حاجة مش بتاعتها فبحطها في البوكس ده وفي اخر خلص لما بخلص بقى بقوم جاي اغطى البوكس ده وارح اصنف كل حاجة مكانها يعني لو في حاجة تخش المبخ اوديها حاجة بتاعت غرفة النوم كلها اوديها مرة واحدة حاجة بتاعت اطفال احطها كلها مرة واحدة وهكذا فانتم ممكن تعملوا كده ان كنتوا تسهلوا على نفسك يعني الامور طبعا هنا كانت جايبة اللي هو الحامل اللي هو بتاع القهوة او نكهات القهوة وجابت القهوة بعد ما خلص طبعا بتعمل المكان بتاع الكوفي او رقم المشروبات وهتبتدي تحط كده الاهوة بتاعتها وكل المشروبات بتاعتها والنكهات بتاعتها اللي هي بتشرب هنا النكهات اللي هي بتاعت الشاي وطبعا الشاي ده بيكون اطعم يعني او اطعم بتحط في العلبة دي كده وزي ما تقول ان هو بيكون مكان للركن الشاي او لركن المشروبات تعالوا بقى نشوف الفكرة بتاعت المنديل هنا هنا يعني بتعمل المنديل على شكل مسلس كده عشان يديها الشكل اللي انت هتشوفوه دلوقتي هتفتحه كده ويديوها الشكل اللي انت شايفينه وبعد كده به الحنفية كده وهتدي له الشكل الجميل ده بصراحة الحاجات دي افكار حلوة يعني انا شخصيا بخب منها افكار والله تعالوا بقى روحت كده السوق جابتي يعني يعتبر كل مشترياتها كانت فواجه هتبتدي كده تخسل الفواجه وهتنظم الفواجه دلوقت معاك ونشوف هي هتعمل فيها اي طبعا بقى بداي لجاب الفواجه زي كده طبعا اتجاه حر الناس بقى في الحر ده بتبقى بصراحة محتاجة شوية الفواجه دي انا واحدة من الناس افضل الفواجه عن المأكلات بالذات في الحر يعني لو هتجبوا لي فواجه مثلا اقعد اكل منها احسن بكتير من اني اكل حاجة سخنة او الله بجد يعني انا دايما على طول اقول الحاجة يعني الفواجه السقع احسن بكتير بكتير من الاكل السخن بس كده حبايب قلبي يا رب يكون الفيديو عجبكو تكون السيدة اللي كانت معانا النهاردة تكون عجبتكو يا رب تكون اخدتوا لو فكرة واحدة بس من الفيديو واستفدتوا منه بأفكار حلوة اشوفك الفيديو جاي واسبكو فرعاية الله وحفظه ومع السلامة